أشهدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمسيرة العمل الرائدة لسمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأممة والطفولة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ الانطلاقة المباركة للاتحاد بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الانهيان وأكدت صاحبة السمو الملكي أنه كان لسموها الريادة في مجال العمل النسائي المؤسسي على المستويين الوطني والعربي كما استطاعت جهودها المخلصة ومساعيها الحثيثة بفضل من الله أن تسهم أسهاما كبيرا لما تحقق من مكتسبات لافتة للمرأة الإماراتية وقد امتدت مبادراتها المباركة لتؤسس وتدعم وتنهض بالكثير من المشاريع والبرامج العربية والدولية التي تهدف إلى تعزيز مركز ومكانة المرأة العربية على مختلف الأصعدة وقالت صاحبة السمو الملكي قرنة ملك مملكة البحرين أن الدور الذي تتولاه أم الإمارات يأتي مساندا ومكملا لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إتاحة الفرص العادلة والمتكافئة أمام المرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على العطاء والإنجاز وقد كان لسمو الشيخة فاطمة بن تنبارك مبادرات متميزة استجابت لاحتياجات كل مرحلة وتميزت مسيرة عطائها برؤية سباقة وعمل دؤوب أثر مسيرة العمل النسائي في الدولة ودفع بالمرأة الإماراتية في المقدمة لنشهد لها اليوم حضورا وشراكة غير مسبوقة جاء ذلك في تصريح لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرنة ملك مملكة البحرين حفظ الله بمناسبة إطلاق مهرجان أم الإمارات في دورته الأولى الذي يقام بتنظيم من هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة بهدف تسليط الضوء على رؤية أم الإمارات الشيخة فاطمة بن تنبارك التي ترتكز على ترسيخ الترابط الأسري والعطاء اللامحدود من أجل توطيل تماسكها وأصالتها المستمدة من الماضي العريق وتعزيز ثقافة التنوع الحضاري والتسامح في المجتمع الإماراتي حيث نوهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس لعلى للمرأة بمملكة البحرين بجهود ومساهمات أم الإمارات المستمرة في تعزيز التسامح وترسيخ التنوع الثقافي بين كافة أفراد المجتمع الإماراتي مشيدة بالرسالة الحضارية والثقافية التي يحملها المهرجان لإبراز قصص نجاح نجاح المرأة الإماراتية وتقدير مساهماتها المتميزة في مسيرة تقدم وطنها وفي ختام تصريحها أوضحت قرينة ملك مملكة البحرين أن المرأة الإماراتية اليوم تمتلك رصيدا لا يستهان به من الإنجازات في مجالات الأسرة والأمومة التي ساهمت في جعل المجتمع الإمارات متقدما ومتماسكا ومثالا يحتذا به في محيطه العربي بالنظر إلى الإسهامات الكبيرة لأم الإمارات التي حرصت على الجمع بين أصالة العادات والتقاليد التي يرتكز عليها التراث الإماراتي الأصيلة والحداثة المتزنة والمنسجمة مع خصوصية المجتمع كركزة لتأسيس بيئة صلبة للأجيال الوعدة داعية سموها إلى ضرورة استلهام العبري من التضحيات التي تقدمها الأم الإماراتية والبناء عليها لاستمرار مسيرة الخير والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قادتها الكرام ترجمة نانسي قنقر